مرحبا بكم في قناة هوتاتس التعليمية ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والاعجاب الآن زوروا موقعنا هوتاتسجيمز دات كام للتركيز على الدروس واختبار المعلومات كما يتم تحديث المحتوى التعليمي باستمرار يونت فور الوحدة الرابعة سيكون ذلك ممتعا تأكد من هذه الصفات التي تصف الإجازات بيسفل آمنة وهادئة سيف آمنة غير غالية غير اعتيادية مشهورة ممتعة مدهشة فيها مغامرة فيها ترفيه ورفاهية عفوا كوايت هادئة اكزاتيك نادرة نويزي مزعجة ريلاكسينغ تبعث على الاسترخاء اشتركوا في القناة 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 المترجمات للمشاهدة 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 وإذا كان السؤال بنعم أو لا نقوم بتقديم الفعل على حسب الفاعل فنسأل عن يوم مثلا هل ستسافر إلى جوردن؟ أو هل لديك خطة للسفر هناك؟ في الإجابة بنعم أو لا يعتمد على الفاعل فمثلا أسئلة المعلومات وهي تبدأ بـ WH1 ونسميها WH questions إذن كل أداة من هذه الأدوات تستعمل على حسب السياق في إجابات مثل هذه الأسئلة what I'm going to travel to Africa when he's going to leave next week السبع القادم which he's going to visit Tunisia and Morocco how we're going to go by plane where we're going to stay in a four-star hotel who they are going to travel with friends how long they are going to stay for a month إذن على كل سؤال إجابة محددة ونستفيد منها في الإختبارات على حسب السياق نختار الكلمة الملائمة positions of adjectives مكان الصفات عادة ما نضع الصفات قبل الأسماء فالصفة والموصوف في اللغة الإنجليزية عكس العربية الصفة قبل ثم الموصوف Antarctica is an exotic place before nouns قبل الأسماء place exotic peaceful place أيضا يمكننا القول relaxing place كذلك Antarctica is exotic بعد الفعل B بعد الفعل B لنعطي الصفة لما قبل B أضع الكلمات للأسئلة ثم أقرن إلى الإجابة الملائمة answers which suitcases are you going to take أي الإجابة E the red one it's new الحمراء إذن هنا أي how are they going to travel كيف سيسافرون C الطريقة التي سيسافرون بها هي they are going to take a bus بالحافلة 3 what is he going to do when he arrives ما الذي سيقوم به F معلومة وهي he is going to rest سيرتاح أولا number 4 who are they going to write to هنا سياقيد العلم لمن سيكتبون فنختار who لمن B الإجابة to their parents لوالديهم number 5 where are you going to stay أين ستبقى stay مكان الإقامة فنستخدم where A in a beautiful hotel في مفندق جميل number 6 when are you going to get there متى ستصل هناك والإجابة على متى D you're going عفوا أيوة D you're going to travel in the morning when are we المعذرة متى سنغادر we're going to travel in the morning سنغادر الصباح حميد and فادي are going on a vacation choose a place and write six sentences اكتب ست جمل عن مكان سفر هذين الشخصين about the things they are going to need وأشياء يحتاجوها use the words in the box for ideas استخدم هذه الكلمات في الصندوق الإجابات هي حميد and فادي are going to go to Bali they are going to need cameras they can take pictures with the sights they are going to need a calculator they can find the difference in prices between currencies they are going to need a credit card they want to buy souvenirs in Bali they are going to need a passport they need to get into Indonesia they are going to need a map they want to walk around the island they are not going to need sneakers they need comfortable shoes for walking c complete the article use the adjectives in the box استخدم هذه الصفات الصفات هذه نضعها قبل الأسماء أو بعد الفعل b m is r في المضارع was where في الماضي الإجابات هي coastal city مدينة ساحلية dense population اكتضاد سكاني fertile plants أرض خصباء agricultural products منتجات زراعية tropical fruits فواكه استوائية humid in the summer إذن الفعل is هنا موجود مسبقا والكلمات التالية حشو وهنا كلمة أيضا مضافة is very hot and humid إذن مضاف إذن الفعل is هنا أيضا and ancient monuments نصب التذكارية قديمة interesting mix of architectural styles أيضا خليط من الهندسة المعمارية local materials مواد محلية unique to the أيضا is هنا is unique it's traditional hand crafts وأيضا المنحوتات أو المنسوجات اليدوية hospital hospitable people وأناس مضيافون for listening listen to three people talking about their vacation plans make mark the boxes يتكلمون عن إجازتهم الآن ضع علامة صح على الشخص الذي يلائم كل سؤال من هذه الأسئلة أنت يتكلمون all the way down to Patagonia that's at the bottom of South America there I'm going to see the glaciers these large areas of ice are going to be magnificent to see then I'm going to stay in a hotel in a nature preserve called Torres del Payne I'm going to see animals in their natural environment for example there are many guanacos in this area these animals look a little like camels and they're in the same family as the llama but they're smaller it's going to be a thrilling experience I can't wait Rod I'm going to visit my friends in Switzerland they live in a small town in the Alps the town is a ski resort and it's usually crowded we're going to go mountain climbing and skiing I think it's going to be really exciting I'm looking forward to this vacation and going to another country Sam Well I'm not going to travel I'm going to spend my vacation right here my uncle has a small farm in the country near a beautiful river it's really peaceful and quiet there I'm going to fish help with farm chores pick vegetables and just relax Pronounsation نطق Listen Note the difference in the two words than practice الآن لاحظ الفرق بين الكلمتين وتدرب على نطق آ وآ آ travel glasses jacket آ exotic popular modern Conversation المحادثة في الكلام الواقعي نقول actually بمعنى used to introduce an opposing idea تعطي فكرة مغيرة لما سمعت off the beaten track وتعني not visited by many tourists يعني لم يقوم بزيارتها الكثير من السياح بعيدة عن الأعين المحادثة What kind of vacation are you going to do with it? I'm allergic to mosquitos Why don't you go to the Alps? You will experience French, Swiss, Italian, and German cultures Actually, I want a place that isn't full of tourists somewhere off the beaten track You're ending What does the travel agent say in response to Omar's last statement? 1. Why don't you go to New Zealand? 2. How about Antarctica? There are no mosquitoes there. 3. Why don't you go to the Arabian desert? 1. Why doesn't Omar want to go to India? لا يرغب للذهب لإنديا Omar doesn't want to go to India because it's a bit too crowded and he doesn't like the food مزدحمة لا يحب الطعام 2. What's wrong with Costa Rica? ما المشكلة في هذا البلد؟ He's allergic to mosquitoes لديه حساسية مع البعوض 3. What kind of place is Omar looking for? أي الأماكن يبحث عنها Omar? He's looking for a place that is off the beaten track بعيد عن أنظر السياح وغير مقتض 7. About you 1. What's your favorite kind of vacation? أي الإجازات تفضل 2. What do you like to do on a vacation? ماذا ترغب في هذه الإجازة 3. How often do you take a vacation? كل متى تأخذ إجازة 4. What are you going to do on your next vacation? ما الذي ستفعل في إجازتك المقبلة؟ 8. Reading With a partner, write down what you know about al-hijr The Stones of Al-Ula It's really too bad you couldn't join us on our school trip. We're going to learn so much about the historical sites that we can't learn in books. It's quite busy here in town, with tourists from all over the world who have come to visit Madain Saleh. Tomorrow a guide is going to show us around the site. We're also going to visit the museum, Al-Ula Oasis, and the old abandoned city. The archaeological site lies about 20 kilometers north of the town. It's also known as Al-Hijr because of the spectacular rock formations in the area. As you know, the site was settled by the Nabataeans in the first century. There are over 100 rock-carved monuments that are spread over an area of 13.4 kilometers, and due to the dry climate they are in an excellent state of preservation. The site was included in UNESCO's World Heritage List in 2008 because of its cultural and architectural importance. The desert around the oasis is covered by natural rock formations. Hundreds of curious shapes were carved by the wind into the soft sandstone, one of which resembles a giant elephant. The old city of Al-Dirah is going to be very interesting. It has over 500 houses from the 13th century, with stone foundations and mud-brick walls. Some of the stones were taken from the ruins of a Leonite settlement and still carry the ancient inscriptions. There is also a unique sundial that the inhabitants used to determine the start of Ramadan. Don't worry, I'll take lots of amazing pictures to show you. أدل Mark the things that عادل is going to do in العلا الأشاء التي سيقوم بها عادل في العلا. Answers He's going to see amazing scenery, مشاهد خلابة, visit tombs, يزور لأماكن, go to a museum يذهب للمتحف. 9. Writing From, call it underscore 2001 at sgmail dot com subject Greek Island Hi Saeed, I hope you're well. I'm writing from the Greek Island of Paros. You know how I always wanted to visit Greece. Well, I'm finally here. It's a dream come true. First, we flew to Athens. We spent a wonderful day there visiting the Parthenon and the Acropolis Museum. Amazing. The next day, we went to the port of Piraeus and caught a high-speed ferry to the island. The voyage took less than three hours. We're staying in a comfortable hotel in the capital, Parrykia. It's a very picturesque town, with its narrow streets and traditional white houses that have blue doors and windows. In the evening, the stores, cafes, and restaurants are crowded with tourists. It's so lively, and I have to say Greek food is absolutely delicious. Of course, the island has many scenic beaches with crystal-clear waters and soft sand. Tomorrow, we're going to spend the day at Golden Beach. I'm really excited because I'm going to try windsurfing. Apart from the spectacular beaches, we plan to explore the unique sights of the island. We're going to visit the Archaeological Museum in the Valley of Butterflies. I'll tell you more about my adventures in Paros soon. Write me back with your news. Best wish B. Read the writing task in C. Before you write, complete the chart with notes for each paragraph. Greetings. الترحيب استخلصها من السابق Describe the journey صف الرحلة Describe the place صف المكان Activities you plan to do أنشطة تخطط لها Closing الختام Write an email to a friend A place From a place that you know Or would like to visit Use your notes from the chart And ideas from this unit أكتب لصاحبك من مكان تعرفه أو تريد زيارته أو زرته واصف له هذا المكان حسب الطريقة السابقة 10. Project In a group Plan a vacation خطط لرحلة أو إجازة Present your vacation plan to the class قدمها للصف Use pictures and brochures استخدم الصور وأيضا المطويات 11. Form, meaning and function Adverbs of manner أحوال أو الطريقة التي تدل على تمت فيها الفعل وهي أحوال تدل على الأفعال أو تصف الأفعال Adverbs of manner are formed by adding ال-y إلى الصفة نضيف إلى الصفة ال-y فslow تصبح slowly مثلا They express how something is done Adverbs of manner usual Go after the main verb عادة أن تأتي بعد الفعل Or after the object of the main verb أو بعد المفعول لهذا الفعل He drives slowly Slow بطيء لكن drives يسوق علينا نتيع بحال بعدها والحال بإضافة ال-y He drives slowly يسوق ببطء He is reading the map يقرأ الخارطة كيف Carefully أيضا هنا الفعل الرئيسي reading والمفعول the map وCarefully هي صفة لreading Adjectives that end in l double the l عادة ما نقوم بإضافة l إذا كانت تنتهي الصفة بl Careful نضيف لها ly كأنها double فتصبح carefully Adjectives that end in consonant y change y to i وإذا ما انتهت الصفة ب-y نقوم بتحويله إلى i Easy تصبح easily Note بعض الصفات بعض الصفات هي نفسها أحوال ولكن نعرف أنها حال إذا أتت بعد الفعل He is a fast driver هنا صفة والدليل أن ما بعدها driver موصوف صفة وموصوف ولكن He drives fast إنه يسوق كيف تجيب على السؤال كيف Fast بسرعة إذن هنا وضعها حال ولكن ما علينا معرفته أن هذه الصفة والحال نفسها لا تتغير We ate a little dinner We ate dinner late أيضا Late dinner عشاء متأخر صفة وموصوف لكن When we ate dinner late هنا حال إلى كلمة eight متأكلنا Late متأخرون He is a hard worker عامل مجد صفة وموصوف He works hard يعمل بجد إذن حال إلى كلمة works The mountain is high الجبل مرتفع أو شاهق الآن هذه صفة إلى mountain They climbed high ولكنهم تسلقوا إلى أي ارتفاع أي حال High إلى حال مرتفع إذن climbed الفعل و High هو الحال Note The adverb form of good is well الحال من كلمة good جيد صفة جيد ولكن الحال منها well بشكل حسن And the comparative form is better والمقارنة منهما هي كلمة better He is a good player إنه لاعب جيد He plays well إنه يلعب بشكل حسن آها صفة وموصوف good player ولكن الحال plays well He plays better than he did last year وفي جميع الأحوال للمقارنة مع الحال وصفة نستخدم كلمة better وهي صيغة المقارنة والمقارنة من الغير منتظمة من كلمة good I re-write the sentences use adverbs of manner أعد كتابة هذه الجمل استخدم الأحوال عادل is a careful driver صفة وموصوف حولناها إلى عادل drives carefully بينما حميد هذا loud laugh لديه ضحكة عالية حميد laughs loudly ناتي بالفعل ثم الحال two we always eat an early dinner early dinner صفة وموصوف حولناها إلى فدوة and amal عفوا number two we always eat dinner early ونمبر ثري فدوة and amal are slow readers هذه الصفة وموصوف slow readers وحولناها إلى فدوة and amal read slowly number four سعيد is a good tennis player لعب تنس جيد حولناها إلى سعيد plays الفعل أولا ثم تنس ثم حولنا good إلى well لأنها صفة غير منتظمة أنا أتي بكلمة أخرى وهي well number five صباح is a quiet speaker quiet speaker متحدث هادئ صفة وموصوف number five تصبح صباح speaks quietly تتحدث بشكل هادئ إذن الفعل ثم الحال number six is خالد a hard worker وهذا سؤال عن صفة موصوف هل هو عامل مجد number six does خالد work hard هل يقوم بالعمل بشكل جاد number seven ماجد أنت علي are fast runner وهذه صفة والحال منها نفسها تماما فنقول seven نقدم الفعل فنقول ماجد أنت علي run fast number eight learning English is easy for him سهل عنده learning English he learns هو يتعلم English easily بشكل سهل number nine is my writing better now هل كتابتي أحسن الآن الآن هذه في صيغة المقارنة من good فتصبح في nine do I write الآن أتينا بالفعل write better now number ten he jumped over the high wall الجدار العالي حولناها إلى فعل وحال he jumped high over the wall complete the conversation use adverb forms of the adjectives in parentheses then practice the conversation with a partner حول الصفات ما بين قوسين إلى أحوال number one good تتحول إلى well two late أيضا نفسها لا تتغير late number three wild تتحول إلى wildly number four safe تتحول إلى safely بإضافة الواعي number five warm تتحول warmly number six quick quickly seven easy easily eight نفسها fast fast nine comfortable comfortably number ten peaceful peacefully king awesome ecological ethnic exotic inexpensive magnificent peaceful quiet thrilling unique come face to face with come into الان زوروا موقعنا howtotsgames.com للتركيز على الدروس واختبار المعلومات كما يتم تحديث المحتوى التعليمي باستمرار كان معكم الأستاذ جاسم العقلي مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق